رغم الإعلان عن تسجيل إصابة بالمتحور أوميكرون لدى شاب إفريقي وافد على تونس مؤخرا فإنه لم يتمي لحد اليوم تسجيل أي عدوى جديدة لدى الركاب الذين كانوا معه على متن نفس الطائرة وفق عضو اللجنة العلمية الهاشمي لوزير الذي شدد على أهمية الإجراءة الحدودية الصارمة في الكشف عن الحالات الإيجابية وسرعة تطويقها إن رصيدت فما في طائرات الناس تجيب دون تحليل يبدأ بسيار سلبي اللي هو جاي بيه لكن صاروا معناها تحليل سريعة فيها حالة والحالتين والتات والله ما نعرف عدة معناها الناس وافدين على البلاد التونسية صار معناها فهم الكونفيرماشون بالبسيار والتقطيع الجيني توا معناها أنكوخ لكن هذا نوريك اللي معناها اخذينا الإجراءات اللازمة لتقليص أكثر ما يمكن إذا كانت جاءت حالة إيجابية لتفادي الانتشار وبعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية بالمثير للقلق منذ ظهوره أكد عضو اللجنة العلمية الهشمي لزيران دراسة علمية جزمت أن أوميكرون أكثر انتشارا من السلالات السابقة لكنه وفق معطيات علمية أولية أقل خطورة من السلالة الشريسة دلتا لكن معناها خطر فما بعض معناها كيفش قولوها دي باقامات خرين حاجات أخرى اللي هي تنجم تأدي إلى معناها النوع الحالة ما فيهاش كان نوع الفيروس فما حكاية المناعمة عن الإنسان لجيه الفيروس إلى أخيره دوكيزم يكون أكثر تدقيق لكن المعلومات الأولية توري اللي هو معناها أقل يأدي إلى معناها المرض أقل خطورة وفيما يتعلق بفعيلية اللقاحات المتوفرة أكد عضو اللجنة العلمية أن دراسات علمية أولية أثبتت أن تطعيم بالجرعة الثالثة يعزز المناعة ويحمي ضد سلالات كوفيد-19 بما فيها المتحور أوميكرون بما فيهم الناس اللي صاروا في علاقة بالفيروس حتى المتغير السابق كيف تصير جرعة أخرى من التلقيح معناها يعطيهم جرعة من التلقيح تنجم التطور المناعة وتكون معناها جاهزة وتنجم تحمي ضد ساخس كوفيدو بصفة عامة الفيروس نحكي بصفة عامة وبما فيهم المتغير هذا جرعة ثالثة بلغ عدد المنتفعين بها في تونس 4.3 لكن المختصون يعبرون عن مخاوفهم من التأثيرات الخطيرة على الفئات التي لم تتلقى التلقيح وخاصة فئة 40 سنة فما فوق باعتبارها الأكثر هشاشة صحيا في حال شهدت تونس موجة محتملة